ورجعنا لكم تاني أعزائي مشاهدين من برنامج منا والناس وفقرتنا التانية تاج المرأة شعرها إزاي نهتم بيه وإزاي نهتم بشكله ومظهره وإنه هو ما يبقاش فيه تساقط وحاجات دي كلها مع الجميلة أستاذة روعة أهلا بيك يا أستاذة روعة أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك يا أستاذ روعة تاج المرأة أنا جاي لك تاني أشوف لوبنا بس هسألها سؤال الأول واجي لك تاني معاك طبعا شمع ريحة يعني مش قادرة أنا شمعها من برة من الأستاذة أستاذ روعة تاج المرأة شعرها إزاي أحافظ على شعري سواء عايز أعمل بروتين عايز أهتم بيه أنا أسمع أن البروتين بيبوز لكن ناس كل مراكز التجميل بتقولي بروتين ده حاجة كويسة جدا للشعر هو على طول كل البرامج بيروهم دخلين في موضوع البروتين على طول لأنه هو ده الموضة دلوقتي بتاعتك أه أه تمام تعنا بتاع ستات بالزات كمان أه بالزبط هي كل واحدة عايزة يبقى شكلها جميل وشعرها نام من غير ما تفضل تعمل ببليس أو تعمل سشوار فبتلجأ بقى للكرياتين بروتين الأسليب القديمة اللي هي كانت الحنة الفرد والإسمه إيه الجلات والحاجات دي دي حاجات دي بتدمر الشعر تدمير شامل يعني ما بيبقاش في شعر بعد كده في الحاجة اللي بتتعمل دي فإحنا حتى لما بنيجي نعمل بروتين لازم أن نسأل عميلة أنت عاملة فرد أو عاملة جلات أو عاملة أي حاجات من الحاجات القديمة دي أو حنة حنة دي أول ما بتجيبي على البروتين برضو وتفصل الشعر من بعضه على طول الحنة؟ الحنة السودة اللي هي كانوا بيفردوا بيها أعرفش فيه ناس على فكرة لسه شغالين بيها لحد دلوقتي فدي بتفك الشعر من بعضه خالص بتباص كل الروت اللي فيه دمار طب قوليلي بتنصحي أي بانوتة كده جاية تتجوز أي واحدة هتتجوز خلاص دلوقتي تبقى عايز طبعا شعرها بقى شكله حلو لأن طبعا بتاخد شعر كتير والحاجات دي كلها فبيؤثر على شعرها فعايز شعرها بقى شكله حلو أكيد هنقول لها طبعا تعمل تشوف شعرها الأول لازم نشوف شعرها لازم أشوف شعرها محتاج إيه يعني أشوف الشعرية نفسها محتاجة إيه فيه شعر بيبقاش محتاج بروتين بتبقى الروابط بتاعته قوية وهو ما شاء الله حلو ونعم بس هما بيقولوا بروتين عشان خاطر كأنه معمول بيبلس على طول فيه شعر كلما الشعرية تبقى نعمة ما تستحملش البروتين بس معظم اللي بيعملوا بروتين بيبقى شعرهم خشن شوية آه بتبقى التجعيد فيه كتير جدا فلازم يعملوا طبعا حاجة تخليه جميل كده وصحي فأضمن حاجة بروتين معنا فيديوهات دلوقتي قدامنا تمام الشايفها طبعا آه دي بانوتة دي عندها تسعة سنين زي ما انتوا شايفين شعرها بنشتغل طبعا المواد بتاعتنا أحمضها خفيفة جدا على الشعرية آه آآ بدون فرمالين آآ صالح جدا للأطفال وللحوامل تسعة سنين دي مش صغيرة لا مش صغيرة آآ على المادة اللي بتحطي لها آآ يعني هو أول سن كده بنشتغل منه كنا من سنتين كده كنا بنقول 12 سنة دلوقتي بقت في حاجات أحمض الأمانية بتاعتها أخف آآ طبعا زيروا فرمالين نهائي آآ آآ بقنا نشتغل أقل من كده كمان لو في أقل من كده بنعمل مواد مرممة آآ ترميم للشعرية بدل ما نعملها بروتين بنعملها ترميم مش بروتين وفي شعر بيحتاج بروتين وترميم مع بعض عشان خطر يبقى كوراكس ترميم وبروتين مع بعض آآ عشان يفرد ويحسن الشعرية يفرد ويحسن الشعرية آآ بيديها لمعة وبيديها تراوة حاجات كده بقت وهمة دلوقتي والله أكيد كل البنات دلوقتي كله بيعمل كده كله بيعمل بروتين وكرياتين طبعا الكرياتين دلوقتي يعني يخف شوي عشان آآ بيعتمد دايما على الفرمالين فطبعا دلوقتي معظم الناس ما بتشتغلش بالفرمالين عشان مادة سامة بس هقولك على حاجة أمهات كتير قوي اللي بيعانوا من مشكلة في شعر بناتهم اللي هو بيقى شعر بخشن شوية أو فيه تاج عيد كتير بيستسهلوا البروتين أو الكرياتين قوي وفترة الدراسة بتاعتهم شعرهم شكله كويس فيه شعور ما بتبقاش محتاجة وفيه شعور محتاجة بتبقى بايزة بسعر فأهم حاجة يتعامل صح يتعامل بمادة صح دي برضو طفلة أنا الصور بتاعتي كلها أطفال عشان العامة يعني دي برضو طفلة تمام هتشوفيها دلوقتي بعد ده بروتين بس برضو مش بروتين وترمين بس ده فيه فرد أه بروتين فيه أحمد أمينية بتفرد طب لما يروح من الشعرايا الشعرايا ما بتبقاش بايزة لأ بس بقى موضوع ان هو يروح من الشعرايا ده مهم جدا فيه ناس كتير بتسأل السؤال ده لما تيجي تعمل هتعملين لي بروتين طب هيخلص امتى يعني ايه هيخلص امتى هو ما بيخلص لأ أصدها هيفضل شعري كده امتى لحد امتى بس طول ما هي بتحافظ على شعرها اللي معمول الشعر دوت طبعا بيضعف شوية لازم هي تحافظ عليه بطريقة صحية جدا أولا ما بتشتغلش عليه بحاجة فيها صوديوم ولا سلفات ولا حاجات دي حاجات معينة لغسيل الشعر بعد البروتين بس كده آه حاجات بدون سلفات ولا صوديوم يعني مجموعة عناية تكون نضيفة هتحافظ على شعرها بالنسبة بقى ليه الجدور اللي بتطلع اللي هو شعرها الطبيعي الشعر بيطلع بيطول ما بيبوز أكتر يعني البروتين لما يروح مش بيبوز الشعرها نفسها أكتر لا زي بالنس فاكرة لا هي العميلة بقى بتقارن شعرها بالشعر اللي بقى فيها فبتقولك إيه ده ده أنا شعري الجدور طلع وحشة جدا يا نيست أصلا شكل شعرها الأول عامل إزاي فهمها لا أنا بقى بقولهم أنتو عندوكم السيديهاتكم القديمة كلها عندي فميش حتى بيعمل معينة كده طب هنبص على فيديو سريعا كده الأول نعم وهرجع لك هشيف لغنا بس بعد الفيديو ده محبا 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 بلوتيرا خلق شعور الحداد دي كن لها مهمة جدا 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 انك تحافظي على شعرك يصدل كده احنا معنا اعادات الجدور الحمد لله اللهم بارك نفس هو هو نفس الشعر بس هي الجدور بس هي اللي طلع لكن ديغني تماما عن عملية الشعر انا لو عملته خلاص ممنوع تمامي شعرك بس لازم تتمشي على اللي انا اقوله لك ايه بقى اول حاجة طبعا بتخسلي بمجموعة عنايك كن ضيفة جدا بدون سلفات ولا سوديوم ماشي زيرو سوديوم زيرو سالبات الشعر ما يتلمش ابدا وهو مبلول ابدا زي الهدوم كده لما تنشريها وهي مبلولة بتتفرد معاك وبتفضل مفروضة هتعلم فيها التوكة بما نعصر التوكة هتعلم فيها هيحصل تقطيم في الشعراية كمان يعني شعرهم يبقى حلو يعني دول اكتر الاطفال اكتر حد بيتأثر فدي نسبة الترميم فيها اعلى بكتير يعني كنت عاملها لها 70% ترميم و30% بس بروتين منها افرد الشعراية ومنها اعليجها في نفس الوقت هروح لشيف لوبنا وهي سألك سؤال مهم جدا عشان بيقاملنا مع بناتنا في المدارس شيف لوبنا ايه الله الله يا شيف لوبنا ايه بقى قولي كده السادة المشاهدين بص طبعا تاجن الرز روعة واسمك روعة بصي ما شاء الله قولي بقى لسادة المشاهدين دلوقتي غرفتي كل حاجة كده صح؟ لا انا لسه ما غرفت لسه الشرطة اسيبك شوية؟ اه اسيب لي شوية انا سيباكي ايه؟ يعني عشان بس باري سادة المشاهدين كده الرز حاضر طيب بصي انا هسألك سؤال كده انا بسمعك من الامهات طبعا يعني احيانا الامهات ببقى ولادهم هما في مدارس شعرام المجاعة ده بيلم حشرات او مظبوط الكلام ده لا هو مش من التجعيدة بس التجعيدة تساعد وجود الحشرات فيه عشان خاطر ما بيتم نظافة الحشرات نظافة لا البروتين يحمي من حشرات المدارس اللي تبقى موجودة من الاختراطات الأطفال مع بعضها عارفة ليه؟ اه لان هما بيهتموا بالشعر زيادة عن اللزوم اه انا كنت بخلا بفي مده الموضوع كله موضوع نظافة لا الموضوع كله موضوع نظافة انت بتحافظي على شعرك وبتهتمي به شعرك معفل بتسبيه وبتبيه ارفانة منه ومش عايزة تحط ايدك عليه صح كده؟ بس التجعيد بت ما هو هقولك على حاجة لو الشعر مجاعد مهما انت سلكيه ومهما انت نظبطيه هيفضل مجاعد حتى لو بتستحمي كل يوم بده قافيه ما لها شعركة بالنظافة ما هي طالما بتخسل شعرها وبتنظف شعرها هتجيله حشرات منين فاهمة؟ صح ان هي ما تسرحش كتير بقى ما انا لسه بقولك هي لما بت هتنظفه زيادة لما يتعمل بروتين عشان شكله حلو هتفضل بقى هي مهتمية بيه فيه اهتمام زيادة انما غير البروتين شعرها مجاعد ومكشكش وشعر فهي قرفانة منه ومبجيش جنبه فطبيعي لازم يعملها شعرات الطبيعي طب الطبيعي بقى العميل البروتين او الكرياتين كل قد ايه؟ يعني مثلا بيقعد في الشعر مفعوله او لما الشعرية نفسها تطول كل قد ايه اروح اعمل بروتين او الكرياتين دي على حسب بقى كل كل حد غير التاني على حسب نسبة النمو بتاعت شعره قد ايه؟ اه في ناس شعرات بيطول بسرعة في ناس شعرات بيبقى عاجز شوية في ناس شعرات النمو بتاعها بطيء بس هو يعني من نص سنتي لسنتي في الشعر بالتقريب يعني كل قد ايه تقريبا؟ اه طبيعي نمو الشعر كل يعني مثلا كل اعادة الجدور اصدق اه بتبقى كل سبع شهور كل ثمان شهور كل عشر شهور بس بداياتا كده من ست شهور في ناس بتعيد بتعمل اعادة الجدور من اربع شهور اول ما الجدور تطلع صغيرة كده يقولك لأ احنا عايزين نعملها بس هي مثلا بتبقى مثلا قد الصباح كده بعد ست شهور تقريبا ايه الممنوعات اللي بيعمل بروتين او كرياتين بتنصحي ان هو ما يعملهاش؟ يعني مثلا زي البحر والبسين اسمع ان هو ممنوع ان انا انزل بحر او بسين الممنوعات مية سخنة جدا لا مية سقعة جدا لا بسين لا بحر لا عرق لا العرق ضد البروتين العرق ده هنتحكم في زي لا ما فيه ناس بتسيب نفسها العرق انت قصدك ان تعرق وخلاص عرقت ونشفت خلاص كده ما بقى عادي لا ما هي لما تعرق هيبقى فيه املاح وخلاص العرق راح بس فيه املاح ترقمت فين في الجدور الجدور دي كلها الاملاح دي تفكها الاملاح بتفك البروتين بتخلي البروتين ينزل طب نعم اصل برضو الصيف انت عارفها الصيف عندنا والتلزيق والرطوبة عالية جدا فطب هيبني ادم بيعرق يعني لحدا ما بيعرق تمام هي لما تعرق ما تسبش نفسها مثلا انتبات وهي عرقانة تمام زيادة شوية طيب اروح معنا شفنا لوبنا دلوقتي عاملنا ايه برنامج بإذن الله قدمي بقى الاستاذ المشاهدين كده تانية سريعا كده فقريهم السمكة دي دي سمكة اللوت انا عملتها ما شوية بس باللمون والزيت وحشتها بالطماطم والبصل والتوم والبهارات المشكلة والكمون والقصبرة زي ما انتو شايفين ما بتاخدش وقت ربع ساعة بتكون استوت هنا عندنا الروز بالجنباري بناخد اعيد سريعا كده نشوح البصلة ونحط معه التوم ونحط البهارات بتاعتنا وننزل الجنباري اللي احنا اهم حاجة يبقى متنظف خصوصا قلتلكم من الشريط الرملي ده اللي بيبقى وراء ونشوحه يدوب يدخش على السوى ننزل الرز البسماتي بتاعنا هما تلات كوباية رز بسماتي بتاخد تلات كوباية ونص مية ما تزودش عن كده عشان يبقى مفلفل زي ما انتو شايفين كده وشربة السيفود برضو بناخد بصلايا نشوحها وننزل بفصين توم وننزل ببهاراتنا وننزل بالسيفود اللي مشكل عندنا حلة تانية ونزود المية حلة تانية نحط فيها معلقتين من الزبدة ومعلقتين من الدقيق نعملهم كأننا بنعمل بشاميل بتاع الاي مكارونات نضيفه عليه الكريمة ونضيفه للشربة والبهارات بتاعتنا ونقدمه كده بالهانة والشيفة اللي ما بيحبش القلبان زي ما قلتلك بدل الكريمة تبقى طماضي تسلم ايدك اولا الريحة بقولك بسم الله ما شاء الله ربنا يخليك حبيبتي احنا للأسف حلقتنا انتهت بسرعة جدا مش عارفة والله حتى احسيتنا سريعة جدا اه استاذة بس روعة الاول هتقول لكم العروض اللي عندها في البيت سنتر قلها لهم بسرعة اولا طبعا هو العرض المعروف ان انا كل حلقة بقوله ان اي عروسة يتيمة بتخرج مجانا من السنتر خالص بدون اي مصاريف اه لو اي حد عايز يعمل بروتين بعد الحلقة عندي عشر عروض ماشي اه اول عرض اول واحدة متصلة بعد البرنامج هتبقى مجاني مجاني خالص اه بعد كده هدية للعشر متصلات اللي هيتصلوا يا سشوار هدية يا مجموعة الافتر كير كلها هدية على البروتين اه ده اكيد ده اكيد اه لا هم عارفين حضرتك على فكري هم عارفينك مش اوهم عارفين على فكري في ناس كتير خدت العروض اللي انا كنت بعمل هذه استاذة روعة نورتينه النهاردة وشغفتينه رب العربي الحلقة كانت سريع مع بس هتتكرر تاني ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله شوف زوبنا مش عارفة اقولك ايه بجد على الاكل تسلم ايدك انا المبسوط ان انا شفت حضرتك وتعاملت معك وان شاء الله متكلش اول مرة لنا لقاءة تانية ونشوفوا الاكل المغربي بإذن الله وان شاء الله على خير بإذن الله اعزائي مشاهدين بكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة طبعا كانش فيها تفسير احلام بس اي حد عنده احلام وعايز يبعطها على الصفحة الشخصية متعتي او على صفحة استاذة مننا يبعطوها واستاذة مننا هترد عليكم شخصيا وهتفسر كل احلامكم انتظرونا يوم التلاتة الجاي ان شاء الله على نفس المبعد ومنا والناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة